السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحل على الدرس العشر والحضاشر صفحة 45 و 46 من كتاب الأضواء الصف الرابع لابتداء. سؤال الأول هنا أكمل الجدول كما بالمثال. جاب لي كسر اعتيادي بس صغير ومقام كبير. كسر اعتيادي يعني البس صغير والمقام كبير. ورسمه على خط الاعداد وعايز يعرف هو قريب للصفر ولا للنص ولا للواحد. طبعا الاتنين على الاربعة ده قريبة ليه النص فلان هي اصلا نص. اتنين على الاربعة بنص. الاتنين نص الاربعة يبا حنا قريبين ليه النص. طيب تعال نشوف الواحد على ستة. بسم الله. طبعا هنقطع ستة لان المقام عندي ستة هنقطع ستة ده صفر على الستة ده واحد على الستة ده اتنين على الستة ده تلات على الستة اللي هو النص. ده اربعة 6 على 6 ده 5 على 6 ده 6 على 6 يهي الواحد الصحيح. تمام كده. يبادع من النص وده الصفر وده الواحد. هل الواحد على 6 ده كده واحد على 6. قريبة مين؟ قريبة لي الصفر؟ ولا قريبة للنص؟ ولا قريبة للواحد؟ لأ قريبة للصفر. نحن مش كل مرة سنرسمها. لازم يكون عندي قاعدة امشي عليه. القاعدة، أنا عندي البسط هبص على المقام. المقام عندي 6 خض نص المقام اللي هو 3. واجبس اشوف التلاتة دي قريبة للصفر ولا قريبة لي النص اللي هو نص المقام اللي هو تلاتة ولا قريبة لي الواحد الصحيح. الواحد الصحيح اللي هو ستة على الست. خلي بالك ان التلاتة دي قريبة للتلاتة يعني قريبة للنص. لو كانت قريبة للتلاتة يعني قريبة لمين للنص. لو كانت قريبة للستة يعني قريبة للواحد الصحية. هل التلاتة قريبة لمين? قريبة للتلاتة ولا قريبة ليه? قريبة للنص ولا قريبة طبعا احنا رسمناه هنا في حتة صغيرة قوي. خلاص نشرحها مع الاسئلة اللي تحت. هي كده هات من على الرسم طالما هو سايب لي مجال الرسم. اخلي التانية دي نحلها بالطريقة التانية في اللي تحت. هنا الخمسة على تمانية. يعني هنقطع تمانية. هنبدأ بالصفر. واحد على تمانية. اتنين على تمانية. تلاتة على تمانية. اربعة على تمانية. ده كده خمسة على تمانية. طبعا دي اربعة على تمانية اللي هي النص. هنا ستة على تمانية. سبعة على تمانية. تمانية على تمانية اللي هي الواحد الصحيح. ده كده تمانية على التمانية. تعال نشوف هي قريبة المين الخمسة على تمانية قريبة للنص. جنب النص هي ادي الخمسة على تمانية. يبقى قريبة للنص. لو بصينا الخمسة نص المقام اربعة اكبر من نص المقام. يبقى احنا آآ عندي هنا الخمسة اكبر نص المقام اللي هو اربعة. الخمسةكررير بالنسبة للصفر. او خمسة قريبا المين الاربعة. الي هو نص المقام. والا استطيع الاطقالة ثانية Dalمية 9v7 so اليدir Al R4.- نشوف السؤال بتصريمرك في هذا الوقت. سأرذىじعے سباحة اي تسعة يعني هنقضع تسعة. قدي صفر. واحد على تسعة. اثنين على تسعة. ثلاثة على تسعة ربعة على تسعة خمسة على تسعة ستة على تسعة سبعة على تسعة تمانية على تسعة تسعة على تسعة اللي هي واحد صحيحة لو جدنا نتبص اللي السبعة على تسعة قريبة من قريبة للواحد عرفها منين لو كده هشوف السبعة نص المقام اللي هو التسعة يعني قريبة للتسعة يعني ساعتها هقوله قريبة للواحد الصحيحة لو قريبة للنص هتبقى قريبة لنص التسعة اللي هي أربعة ونص ولا قريبة للصفر السبعة قريبة لمن فيهم قريبة للتسعة. عندي هنا البسط اكبر من نص المقام. البسط اكبر من نص المقام. هتلاقينا متجين يمة الوحد. تعال بقى نشوف الاسئلة التانية. اكتب الكسورة المرجعية المناسبة لكل من ما ياتي. عايز كسر مرجعي مناسب لكل اللي موجودة عندنا ده. الكسور اللي عندنا. وتعالى نبدأ نشوف. عندي السبعة قريبة لمن? أنا عندي سبعة نص والأربعة او شريب. احنا قريبين للنص من من الجزء اعتبرها اربعة على خمسة. تبارها اربعة على خمسة. اللي اشئ للصفر مع الصفر. ادأ الاربعة هي. باخد الاربعة هل هي قريبة للصفر? عشان اقول هي قريبة للصفر ولا قريبة للمقام كله اللي هو الخمسة? lazy second. يقضي قريبة للواحد ولا قريبة للنص المقام اللي هي اتنين ونص? PL 2.5 يعني سعيتها بقول له ده قريبة للنص، يبهي قريبة للنص ولا للصف encrypt doğر الواحد. لا احنا احنا الاقربين للوحد. هنا السته و نصة لالودناشر, مش محتاجة اعمل Heavenly의 ce. إحنا كده قربين لمين ل horrorين النص? تعال نشوف الاربع. سؤال الاربع. عندي السبع. تعال نشوف السبعة. عندي نص المقام هذه السبع هي. نص المقام اللي هو أربعة تمام. هل السبع قربة للصفر؟ ولا قربة للواحد الصحيح؟ يعني قربة للتمانية. واحد صحيح ياب kalo فية ثمانية. طب نص المقام كم? اربعة. يابس عيضة من أقرب السفع ربما الثمانية سايزة الواحد عندي اللاثنشر من السفع سيق predictions خلف المساح اقديل وثثانية وهو نص النص اوواث نصنق هربما 너 подум 1964 واشوف قريبا للصفر ولا قريبا للاربع وعشرين اللي هي الواحد ولا نص المقام اللي هو اتنشر ساعتها اقوله بنص احنا اقرب الى الصفر يباحنا قريبين لمين للصفر سؤال رقم سبع هناخد التلاتة التلاتة ده قريبا للصفر ولا للاربعة ولا للاتنين طيب هنا بقى هنحتار ناخد ايه انا الوقتي عندي التلاتة قريبا للاربعة وقريبا للاتنين همين لمين اكتر يعني هروح اقول التلاتة قريبا للاتنين ولا قريبا للاربعة لا دهن هطلع للكبير لان هي اقرب deliver ساعتها اقوله وهي اقرب للكبير ثلاثة اقرب للاربعة يباخد الواحد تمام كده طيب بسم الله ناخد الخمسة قريبا للصفر ولا للعشرة ولا للخمسة اللي هي النص لو كانت قريبا للخمسة يبنى باتكلم عن ان هي قريبا للنص لو كانت قريبة العشر ببقى بتكلم عن هي قربة للواحد. طيب هي قربة لمن ده الشكل دي بالزبط يبقى قريبة لمين لنص. السؤال اللي بعده. رتب الكسور تصاعديا مستخدمة الكسور المرجعي. تعال نشوف ده ستة على اتناشر يعني قريبة المين ده لنص بالزبط. طيب ده تلاتة على تمانية. التلاتة على تمانية قد التلاتة. قريبة لمين التلاتة? قريبة للصفر ولا قريبة للتمانية? ولا قريبة للاربعة? لا ده قريبة للاربعة يعني قريبة لمين للنص? تمام? يبقى دي برضو قريبة للنص. طيب اللي اتنين قريبة لمين? قريبة للصفر ولا قريبة للعشرة? ولا قريبة للخمسة? طيب احنا هنا اللي اتنين بينها وبين الصفر اتنين لكن بينها وبين دي تلاتة يبقى هي قريبة المين للصفر. من الصغير هنا تعالى نادي التلاتة على تمانية دي نتأكد كمال مرة. التلاتة قريبة للصفر بينها وبين الصفر تلاتة. لكن بينها وبين الاربعة واحد. يبقى هي قريبة لمن? لنص المقام. تمام. وعندي التمانية دي قريبة للواحد. لا بعيدة. تمام. تعال بقى نرتب. هنا استخدمت الكسور المرجعية بس عايز ارتب وعايز ارتب من الصغير. من الصغير ده كده قريب للصفر. يعني من الصغير يعني الاتنين على عشرة الصغيرة. ده بالكسر المرجعي هو اللي قال كده. طب انا عندي ده قريب للنص. ده قريب للنص. لأ ده نص بالزبط. لكن ده لسه قريب للنص. يعني ما وصل نش للنص بالزبط. لأ ده احنا قريبين منه. يبدأ اصغر من ده. طيب ما نش عارفة اعمل المقاص مع القسر المرجعي النص. او اعمل المقاص بينهم وبين بعض. عادي. هيطلع لي اخر حاجة اللي هي 6 على 12. تعال نشوف السؤال التاني. طبعا عندي صفر يعني قريبة للصفر مش محتاجة. لان البسط كده كده صفر. تمام. 9 على 12 ده قريبة للنص عشان دي نصها. تمام. او عايز من نص تغير. دي 8 على 12. التمانية بقى قريبة للصفر ولا قريبة للعشر. لا قريبة للعشر. يبدي اكبر واحدة عندنا. يبقى اخذ الصفر على تمانية. واخد التاس على 18. واخد التمانية على عشر. هنا بقى 6 على 7. وتلاتة على سبعة. عندي اتنين محلولين جاهزين. ليه? عشان دي مقامتهم واحدة. دي تلاتة على سبعة ودي ستة على سبعة. تعال بقى نشوف. انا عندي هنا. الاربعة على تمانية دي قريبة للنص لان الاربعة مص التمانية. مش محتاجة ان انا اغربه. طيب هنا التلاتة هل قريبة للصفر? ولا التلاتة ونص? ولا السبعة? لا قريبة للتلاتة ونص? يعني قريبة المين? برضو قريبة للنص. بس هنا سبعة على ستة. لا ستة على سبعة الستة قريبة مين? قريبة للسبعة. ولو نص المقام لا قريبة للسبعة يعني دي قريبة مين? للواحد. تمام. مين بقى هنا الصغير? ده نص بالزبط. ده كده نص بالزبط. لكن ده لسه ده التلاتة مش نص السبعة. ده التلاتة اقل من نص السبعة لانه نص السبعة تلاتة ونص. يعني ده الاصغر. ما انتش عارف اعمل المقص. هتبقى دي تلاتة على سبعة. دي اربعة. بعدها النص. بعدها تمانية. بعدها الايه? الواحد اللي هو ستة على سبعة. ونشوف السؤال اللي بعده. هي بس يعني بتحير شوية. ولو استعملت المقصة ممكن بتحيلها برضو بطريقة سهلة. بسم الله. هنا اربعة على تسعة. خمسة على عشرة. سبعة على تسعة. تمان. هنا عايز رتب تنازلي من الايه? من الكبير. اول حاجة. المقام الكبير هو عمتا بيبقى الصغير. المقام الكبير بيبقى الصغير. بس انا عندي اتنين شكل بعض. عندي اربعة على تسعة وسبعة على تسعة الكبير فيهم من الاربعة على تسعة ولا السبعة على تسعة. هو عايز باستخدام الكسور المرجعية. تعال نرجع للكسور المرجعية. تعال نشوف. بسم الله. عندي هنا الاربعة. قريبة المين? قريبة للصفر. نص المقام اربعة ونص. المقام كله تسعة. لا ده قريبة للنص. ادي واحد. خمسة على عشر اقبار ده قريبة للنص بالزبط. خلي بالك ان دي بالزبط يعني دي هتوبار في النص. سبعة على تسعة. السبعة بقى قريبة ليه التسعة. ولا قريبة لنص المقام. اللي هو اربعة ونص. والا قريبة للصفر قريبة للتسعة. يعني السبعة قريبة للتسعة. انا قريبة من مين? للواحد. يعني من الكبير السبعة التسعة. طيب انا احترضه نص وذنص. ده كسر مرجعينوس. وده كسر مرجعينوس. من فيهم ده نص بالزبط. لكن ده اربعة وده اربعة ونص يعني البسط اقل من المقام بحاجات طفيفة جدا. ده اربعة ده يبقى هاخد من الاول هو عايز الكبير لو عايز الصغير كنت خد ده الاول لكن هو عايز الكبير فانه هاخد الخمسة على عشر الاول لان هي نص بالزبط لكن ده لأ طيب ما انتش عارف اعمل مقص خمسة في تسعة بخمسة واربعين اربعة في عشر باربعين يبقى الخمسة في تسعة الخمسة واربين اللي هي دي اكبر من ايه من الاربعة في عشرة باربين. السؤال اللي بعده عندي هنا تمانية على تمانية ده كده ريحني ده كسر مرجع واحد. ده اول واحد. تعال بقى نقرن بين دول ودول. نعمل شوية بقى بالمقص. هنا الواحد في ستة بستة والتلاتة في خمسة بخمستاشر. من الكبير الخمسة على الست. ده اسهل شوية. واخر حاجة الواحد على تلاتة. تعال نشوف السؤال اللي بعده. هنا تلاتة على اتنين على خمسة سبعة على اربعتاشر اللي هي نص. ده نص مزبوط. ده ستة على سبعة. عايز الكبير. انا محترف الكبير بين ده ده ستة خمسة في ستة بتلاتين والاتنين في سبعة باربعتاشر. يبقى من الكبير الستة على السبعة. طيب احنا مش عارفين ده بقى الكبير النص ولا ده. ده سبعة خمسة في سبعة بخمسة ثلاثين. والاتنين في اربعتاشر بتمانية وعشرين. يبقى السبع على اربعتاشر. واخر حاجة الاتنين على خمسة. تمام? هتعمل المقص الاتنين في اربعتاشر بتمانية وعشرين. والخمسة في سبعة بخمسة وثلاثين. يبقى ده كبير. تعال نشوف السؤال اللي بعده. حصل كل من ما ياتي بما يكفقه. عايزة اوصل كل ده باللي بيكفقه. ده صفر. عايزة اشوف هو قريب لمية. تمام? تعال نشوف اول حاجة. بسم الله. نشوف بقى من هنا. ده اربعتاشر على السبع. ستة على تلاتة. ده البسط قد المقام مرتين. ده البسط قد المقام. يعني ده نص ده. اللي تحت ده ضعف ده. ده ضعف ده. خمستاشر على عشرة. طيب نشوف بقى حاجة. آآ سبعتاشر على الاتنين. ستة على تلاتة هتديني اتنين. تمام? في عاجة تاني هتديني واحد. تسعة دي هتديني نص. تماني على الاربعة هتديني اتنين. احنا هنحل بقى و ايه? ومش هنعرف نوصل كده لان هي التواصلات كتير. اوف واحدة واحد. تماني على الاربعة تديني اتنين. دول كده بدوني اتنين. نحل جنبها بقى افضل. تمام? هنا سفر هتديني ايه? صفر قريبة للصفر هتروح للصفر. ما فيش حاجة تانية هتديني صفر. ننعلى الاربعة دي قريبة للنص. لسه باقي معنا بقى ايمين. في حاجة تانية ده كده نص. فين النص. اهو. تسعة نص التمنتاشر. ايه دي. النص. تمام. كده احنا خلصنا النص. ده بقى ما عادش معي يغير. ده احنا وصلنا دي بالواحد. لا موصلنا اهي. هنا بقى معي ايه? خمستاشر على عشرة. وستة على اربعة. خمستاشر على عشرة. وستة على انتبقى. هنقول لعشرة على عشرة. خليها عشرة على عشرة. هي تبقى لي ايه? عشرة عشرة هي تديني واحد. وبقى معي خمسة على عشرة. الخمسة على عشرة دي بنص. يعني واحد ونص يعني دي. طيب. الستة هنزل لاربعة. اربعة على اربعة. هتديني واحد. وبقى معي ستة اتنين على الاربعة اللي هي بردو بواحد وايه ونص. تعال نشوف الصفحة التانية. بسم الله. لاحظ خطوط الاعداد التالية. هنا جيبلي العداد صفر على العشرة وجيبلي النص والواحد الصحيح. وعايز نشوف اهنا قريبين للكسر المرجان هو اقرب الى الكسر ما جاء صفر ولا الواحد ولا النص. وتعال نشوف اول سؤال معنا. ستة على عشرة. فين ستة على عشرة. بسم الله ادي ستة على عشرة. ستة على عشرة جاب بالنص على طول يبقى قريبة لنص. تمام. اتنين على عشرة ادي اتنين على عشرة قريبة المين قريبة للصفر. تمانية على عشرة ادي التمانية على العشرة قريبين لمين للواحد. طيب واحد على ستة واحد على ستة قريبة للصفر. خمسة على ستة قريبة المين للواحد. اربعة على ستة قريبة المين للنص. وتعال نشور سألي اللي بعده. كارن باستخدام اكبر او اصغر. هنا ممكن نعمل المقص. بسم الله. هنا عمتن الاربعة نص التمانية ودي نص الاي? الخمسة نص العشرة والاربعة نص التمانية. يبقى عندي العلماء بينهم يسوي. من غير مقص ومن غير حاجة. نشوف رقم اتنين. هنا ستة على سبعة وهنا واحد على تمانية. طبعا البسط اكبر من نص المقام يبدأ قريبا للواحد. لكن ده قريبا للصفر يبلق قريبا للواحد اكبر. صار رقم واحد. هنا اتنين على ستة وهنا تلاتة على اربعة. هنا نص المقام اربعة اي اتنين. نص الاربعة اي اتنين. البسط اكبر من نص المقام. لكن هنا البسط اقل من نص المقام. هنا اتنين وهنا المقام ايه? تلاتة. طب من الكبير. لما يكون البسط عندي المقام اتنين. اكبر من نص المقام. اكبر من يبقى احنا قريبين للواحد. لكن هنا البسط المقام هو نص المقام هو الكبير. يعني ده اقل. ما انتش عارف اعمل المص. اتنين في اربعة بتمانية والتلاتة في ستة بتمانداشر. السؤال اللي بعده سؤال رقم اربعة. هنا واحد على احداشر. ده الواحد قريب لمين? قريب للصفر. يعني ده قريب لكسر المرجعي. السفر. تمام. طب هنا الاثنشر قريبة للتلاتاشر. يعني قريبة للواحد. يبقى من الكبير ده. سؤال خمسة. هنا قريب للصفر. وهنا قريب للصفر. الاتنين زبط. سؤال ستة. هنا خمسة الخمسة ده قريبة للواحد. لان هتديني واحد. طيب. التمانية على التسع. نص المقام عندي. هنا طبعا الواحد ده واحد صحيح. لكن ده لسه ماكملش ان يكون واحد. عمتا لسه ماكملش ان يكون واحد. ليه? لان انت لو خط نص هو ما واش قريب للمص. ده التمانية قريبة للتسع ان قريبا للواحد ككسر مرجعي. بس انا بستخدم الكسور المرجعية بستعين بها بس مش اكتر. لكن ما بحدداش هي اللي بتقررني. لا. ده انا عندي ده لسه ما وصلتش تسع لكن ده وصلت. السؤال اللي بعده. صور رقم تمانية بسم الله. ليه ده كل من مالك ورشاد قلب حلوة بنفس الحجم. اكل رشاد اربعة على ستة من قلب الحلوة الخاص به. واكل مالك اربعة على تمانية من قلبه. فاي من هما اكل اكبر من المص? من فيهم? اكل تعال نشوف. رشاد كان اربعة على ستة. تمام? ده رشاد. التاني مالك الاربعة على تمانية. تعال نشوف مين الكبير. اول حاجة الاربعة في ستة باربعة وعشرين. والاربعة في تمانية باثنين وتلاتين. ده عامة الكبير. اللي هو مين? اللي هو رشاد. يبقى الجزء الاكبر اللي هو رشاد. طب هو عايزه بالكسور المرجعية. دي كده بتسوي النص. لان الاربعة نص التمانية. الاربعة نص التمانية. يبقى احنا الجزء مين اللي اكله رشاد. اكبر من النص. هو مش عايزه النص بالزبط. هو عايز اللي زاد عن النص. هو عايز اللي زاد عن النص. سؤال اللي بعده. حلدة مريم وجنة سندوتشات. متى مثلا قطعت مريم السندوتش الخاص بها الى 12 قطعة. واكلت منهم اربعة. كلت اربعة من الاثنشر. ادي او الواحدة مريم. كلت اربعة من الاثنشر. وقطعت سندوتشات بتاعتها الى ست قطع متساوية. وكلت منهم تلاتة. يعني كلت تلاتة من الستة. اي منهما اكلت الكمية الاكثر. ايه في دول الكمية ده طبعا دي كلت النص بالزبط. دي كده كلت الايه? النص بالزبط لان التلاتة نص الست. طب تعال نشوف الاربعة. الاربعة دي بقى قريبة المين? الاربعة قريبة للصفر? ولا قريبة للاثنشر? ولا النص المقام اللي هو الستة? بينها وبين الستة اتنين. لكن بينها وبين الصفر. يعني هي قريبة للنص. لكن هو بيقول اي من هما اكلت الكمية الاكثر. من فيهو كلت كمية اكثر. احنا قلنا مريم كلت يعتبر لو بسطناها كلت الدلت. ليه? هنقسم على الاربعة. هتديني واحد. على الاربعة هتديني ايه? تلات. مريم كلت الدلت. انما جانا كلت مين? اكلت النص. خلاص? يبقى من اللي اكلت اكتر? اكلت جانا الكمية الايه? الاكتر. يبقى هقول له جانا اكلت الكمية الاكثر. تعال نشوف السؤال اللي بعده. سؤال رقم تلاتة. سجل فريق حاتم 18 هدف. منها 14 هدف سجلها حاتم بنفسه. بينما سجل فريق امير يعني ده سجل 14 هدف. سجل حاتم 18 هدف. منها 14 هدف سجلها حاتم. تمام. بينما سجل فريق امير 16 هدف. منهم 8 اهداف سجلها امير. يعني أمير سجل 8 لكن حاتم سجل 14 فأي من حاتم وأمير سجل أهدفا أكثر بالنسبة إلى أهدف فريقه ده سجل 14 من 18 هدف وده سجل 8 من 16 ده كده سجل النص بالزبط لكن ده سجل كام هنا 14 وهنا 18 ده اسمه إيه؟ ده حاتم وده أمير عايزة أعرف مين فيهم سجل طبعا حاتم سجل أهدف أكثر بالنسبة لأمير ليه؟ علشان أنا عندي ده سجل النص بالزبط تعالي نشوف ده ممكن حجم الاتنين ممكن تبسطه وممكن تستخدمه بالكسر المرجعي وممكن كمان تستعمل المقصة بس بلاش المقصة عشان هنا رقمين ورقمين هيتعبك في الدرب شوي هنا لو أسمنا على الاتنين هدي ديني 7 لو أسمنا على الاتنين هدي ديني 9 بقى 7 على 9 كده أنا قدر نستخدمه بكسر المرجعي تعالي نشوف كده السبع قريبة المين قريبة للتسعة ولا النص المقامة 4 ونص ولا للصف طبعا يمشي قريبة للصفر السبع بقى بينها وبين الاربعة ونص ولا بينها وبين التسعة بينها وبين التسعة اتنين تمام لكن بينها وبين دي اتنين نص وبقى هنا قريبة المين يبقى هنا هو قريب لمين قريب للواحد يبقى ده كده قريب لكسر المرجعي الواحد يبقى مين فيهم اكتر الواحد ولا نص طبعا الواحد احنا كده بدلنا بين الاسامي او لا دي اربعتاشر هدف من تمنتاشر كان حاتم او احنا بدلنا ده حاتم وده امير ايه كده صح ده حاتم وده امير تمام تعال نشوف السؤال اللي بعده فكر لده كل من مازن وعز قالب حلو مازن وعز عندهم ايه قالب حلوة هنا هنرسم هو بيقولي الاتنين كيلو قالب حلوة كل واحد قالب حلوة بس كل واحد منهم اكل نص قالب بس مازن اكل كمية اقبر ايه اللي يعرفنا ان مازن اكل كمية اكبر هيبقى هذه فطيرة هو ده كيلو النص لكن الفطيرة التانية اكبر ويبقى unified ده ده كيلو النص يبقى زاعت هقوله ان ده نص وده نص لكن هنا الفطيرة دي اكبر من ديت يبقى ده الاجابة بالنمازج هي يبقى ده النص اه وده النص لكن هنا الحجم اكبر هنا الحجم اكبر من ده يبقى ميزن اكل كمية ايه اكبر تعال تشوف السؤال اللي بعد واخر السؤال اوافق او لا اوفق اشترا خالد قالب من الكيك وقسمه الى ستاشر قطعة متساوية وكان من هم اربعة يعني كان الاربعة بالستاشر تعال بساطة على الاربعة فيها الواحد على الاربعة فيها الاربعة يعني كان الربع الايه قالب الكيك واشترا سعيد ده كده مين ده كده خالد قالب كيك ممثل القالب خالد وقسمه الى تمان قطعة وكان منهم ستة كان ستة من التمانية يقول خالد انه اكل كمية اكبر من سعيد ده سعيد وده خالد عايز ان نعرف من فيهم الكبير قدي الاربعة في ستة باربعة وعشرين والواحد في تمانية بتمانية يبقى من اللي كان اكتر هنا هقول له خالد اكل كمية ايه اقل طبعا خالد اقل لان ده يبقى من اكل يبقى سعيد هو بيقول لي ايه يبقى هنا الستة على تمانية اكبر من الاربعة على ستاشر تمام كده يبقى الوافق كده الحمد لله احنا خلصنا آآ الدرس رقم حداشر ان شاء الله الفيديو القادم هناخد الدرس اللي بعده رقم 12 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته